اهلا بحضراتكم من جديد والجزء الاخير من مرمج الترند اللي بنستعرض فيه اخر اخبار الترند والاخبار المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الرياضية البداية من ترند الاهلي وبعايا قطار الاهلي لا يتوقف في حساب بطولات قالوا ان الاهلي في اخر 12 مباراة كسب 12 مباراة لم يخسر سجل 30 هدف واستقبل 7 اهداف يعني 36 نقطة في مرحلة مهمة جدا في المنافسة على الدور العام عشان كده زي ما انتم شايفين فيه دوشة شوية على المباريات اللي جاية رغم ان البعض كان متوقع انه ممكن المسابقة تخلص بدري بدري ولكن طبعا انت بتنفس الاهلي والوضع بيكون مختلف اخبار الدوري المصري من سبورت 360 قالوا ان وسام ابو علي مع الالف الدوري لعب 11 مباراة 12 مساهمة هدفية مهاجم كما يقول الكتاب احرز 8 اهداف وعمل 4 اسست اعتقد رقم ايجابي جدا لوسام ابو علي احنا بنتكلم على ان كل مباراة بمعدل ان فيه هدف او اسست انه بيساعد فيه احراز هدف وده رقم ايجابي جدا نتمنى الاستمرارية عليه وهيبن اكتر بقى بإذن الله قدراته في مباراتي بيرامدز يوم 12 ويوم 22 حساب كورا بلسي بتكلمه على ان الاهل يكشف حقيقة الانسحاب من نسخة الدوري الافريقي المجبلة طبعا انا مستعرب جدا من الاخبار اللي بتنزل بخصوص السوبر ليج والدوري الافريقي خدوا الكلام دي على مسؤوليتي لغاية اللحظة دي مفيش تأكيد رسمي بإقامة النسخة التانية من الدوري الافريقي ليه الكاف لغاية دلوقتي ما عندوش حاجة رسمية ان المسابقة دي هتتنظم تاني السنة الجاية او المسلم اللي جاية كل ما في الموضوع ان الحساب الرسمي للدوري الافريقي الافل نشر فكرة استعدوا للسيزون التاني او عائدونا من جديد ولكن رزنامة مباريات اجندة مباريات القرعة من اللي هيشارك بأكد لكم مفيش حاجة خالص ومحدش يعرف حاجة ومفيش اي معلومات بس الغريب بقى كمان ان الناس تتكلمت وقالت ده الاهل ممكن ينسحب من النسخة التانية لما تتلعب طبعا الكلام ده مش حقيقي النهاردة كورا بلس سأل مصدر مسؤول في النادي الاهل قال له ايه لم نناقش موقف النادي من النسخة التانية للسوبر ليج ولا صحة لما تردد عن النادي الاهل هينسعب من المسابقة للي ما عاتلوش حاجة رسمية تقولي المسابقة هتتلعب امت وفين فهنسحب بناء على ايه هاخد قرار في الملف ده ازاي وموقفي في ايه مبني على ايه فللأسف الناس أو البعض يعني بيجتهد ويقول معلومة وبيجتهد أكتر وبياخد قرار بناء على المعلومة وبيجتهد أكتر وبيقول مواقف بناء على القرار والمعلومة وفي النهاية لا المعلومة صح ولا القرار صح ولا المواقف أصلا صح عموما أول ما يكون فيه جديد بخصوص الـ AFL هنعرضه إن شاء الله من خلال برنامج الترند في الفترة اللي جاية طيب ملعب القرار 24 بيقول إن ريدا سليم يخطر الأهلي برفض عرض الرجاء المغربي طيب إيه اللي حصل في الساعات الأخيرة نادي الرجاء المغربي ومن خلال رئيس النادي أعلن إنه كان بيفكر في ضم اتنين لعبة من الأهلي كريستو وريدا سليم وبيفكر ياخد الاتنين على سبيل الأعرى طبعا فيه تفاهم بيحصل في الساعات اللي جاية بشأن كريستو وإذا تم إقناع اللاعب بالانتقال على سبيل الأعرى إلى الرجاء المغربي ممكن يتم ده في الساعات اللي جاية ولكن موقف ريدا سليم مش محدد فيه لعيبة كولر ما عندوش مشكلة لو دلوقتي أوكي جات لهم عروض وده معلن من فترة ولكن فيه لعيبة بتلعب في الفريل أول دلوقتي بشكل أساسي وفي القيمة بشكل مستمر كولر قال ما أخدش فيهم قرار فني إلا بعد نهاية الموسيق عشان كده لا هتلاقوا فيه قرار فني بشأن أفشة ولا السلية ولا قهربة ولا ريدا سليم ولا أي لعب لأن العيبة دي قوام أساسي حاليا مع مرسي الكولر ومستمرين والأيام أزبرت لحضراتكم سواء في أكرم توفيق أو دلوقتي عمر السلية وقبل كده كمان كان أحمد عبدالقادر فهننتظر شوية وريدا ممكن يكمل مع الأهل بإذن الله بعد نهاية الموسيق الوطن الرياضي قالك بقى هو لين الرجاء بيفقر في كريستو وفقر في ريدا سليم وهل حد في الأهل قال ممكن أوكي نوافع على عارة الاتنين ولكن عايزين لعيب من الرجاء النهاردة الوطن الرياضي دخل في التفاصيل دي وقالك أن فيه لعيف في الرجاء المغربي اسمه يوسف بالعمري النادي الأهل بيفقر فيه انضمام هذا اللاعب لأن اللاعب بيلعب في مركز الظاهر الأيصر وكلر فقر فيه وعينه عليه فالوطن الرياضي قالك أن الأهل بيفقر ياخد يوسف بالعمري ويدي ريدا سليم وكريستو على سبيل الأعارة ولكن دون الاتفاق على نية أو بيع اللاعب بعد فترة الأعارة عموما الملف ده عشان ما اتكلمش في تفاصيل أكتر من كده لأن الأمور لسه مش واضحة هننتظر شوية اسبوعين ثلاثة والأمور كلها تتضح لما يكون فيه قرار الرسم دي أبرز التفاصيل في ترند الأهل نخرج إلى فاصل ثم نواصل